القمح الروسي ارتفاع درجات الحرارة الذي أشعل النيران في عديد من الغابات والحقول الزراعية تسبب في ضياع ثلث محصول روسيا من القمح للعام الجاري غير أن هذه الحرائق لم تكن السبب الوحيد فالجفاف كان قد أتى على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأمطار توقفت كذلك عن الهطول على هذه الحقول منذ أكثر من شهر طوال حياتي لم أشهد شيئا كهذا لم يحدث أبدا أن رأيت مثل هذا الجفاف بدء سريان الحظر على صادرات القمح الحرسي رفع أسعاره في السوق العالمية بنحو 50% تقريبا مهددا بدفع بلدان عديدة إلى حافة خطر غذائي حقيقي بل وإلى أعمال شغب احتجاجا على الغلاء كما حدث في بعض دول الكاريبي وأسيا وأفريقيا خلال الأعوام الماضية عربيا تعد مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم فهي تستورد نحو ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي وبينما يحاول المسؤولون المصريون طمأنة مواطنيهم إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لما يزيد على أربعة أشهر يحذر الخبراء من تأثر مصر بالأزمة خاصة أنها تعاني فجوة غذائية بين الانتاج والاستهلاك تقدر بستة ملايين طن سنويا شبح الأزمة يلوح كذلك في باكستان فارتفاع أسعار القمح عالميا يترافق مع تلف أكثر من نصف مليون طن من مخزونها من القمح جراء الأمطار والسيول التي اشتاحت عددا من توضعاتها الحكومية والخاصة وفق ما أعلنه مسؤولنا في وزارة الزراعة الباكستانية هذا مستوضع حكومي كان يحوي نحو ثمانين ألف كيس من القمح تلفت بالكامل منسوب الفيضانات ارتفع حوالي خمسة أقدام ليغمر خمسة صفوف من الأكياس لقد حاولنا تصريف المياه باستخدام مضخة كما سعينا إلى تشفيف الأكياس لكنها تلفت سعر طن القمح بلغ أعلى مستوى له منذ عام ونصف اتجاوز مائتين وثلاثين يورو للطن في أوروبا بينما كانت أسعاره قد ارتفعت أسرا بنسبة أربعين في المائة منذ بداية شهر يوليو تموز الماضي أنور العنسي بي بي سي